لم يكن ينقص مشهد بدء عمليات الحفر في البلوكرام 9 سوى حضور وسيط الترسيم البحري فإذ بآموس حوكستين يزور لبنان بعد عشرة أشهر على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيبقى في بيروت الأربعاء والخميس ويلتقي رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وقائد الجيش وغيرهم كما يكشف نائب رئيس مجلس النواب اليسبو صعب للأم تيفي هدف الزيارة هو شغلتين أول شي تأكيد اللي صار اتفاق عليه بما يتعلق باستخراج الغاز السبب الثاني طبعا هو موضوع الحدود البرية اللي هي مرسمة بالنسبة لألنا نحن بلبنان ما عنا مفاوضات لحتى يكون عم نفاوض متل ما صار فيه تفاوض بموضوع الحدود البحرية إنما في تثبيت للنقاط اللي تم تحديدها بالخط الأزرق رح يكون فيه زيارة على ما أعتقد إلى لبنان وإلى الأراضي المحتلة يعني إذا بيقدر هو يسهل مهمة اللجنة التقنية الفنية اللي هو الجيش اللبناني عم بيقوم فيها بالنقرة لنخلص منها السبع نقاط هو على استعداد يحاول يتمنى بصعب أن ينجح هوكستين في إيجاد حل للنقاط البحرية العالقة كما نجح في ترسيم الحدود البحرية موضحا أن سبع نقاط لا تزالوا عالقة برا من أصل 13 نقطة والخلاف الأساسي هو على نقطة البيون المحسومة بالنسبة إلى لبنان ويجزم نائب رئيس مجلس النواب أن لا علاقة لزيارة هوكستين بالملف الرئاسي ولا بزيارة لدريان بل هي لتأكيد أهمية الاستقرار الاستقرار شيء كتير مهم وحكما لما يكون في عندك أنت مصالح اقتصادية إذا ما صار فيه اعتداء إسرائيلي على أراضينا واحتلال لأراضينا ما بعتقد رح بيكون في أي عملية استفزازية من قبل حدا لأن الاستقرار بالجنوب هو ضروري كمان اللي بعرفه أنا أنه الإدارة الأمريكية وآمو سوكستين عم يشتغلوا على موضوع البنك الدولي لتأمين هذا القرد لمصر لحتى لبنان يقدر يجر الغاز المصري ليساعدنا بالفترة الانتقالية بموضوع الكهرباء متوقع أنه الإدارة تعطينا جواب أو هن يستلموا جواب من البنك الدولي خلال بداية شهر أيلول من هنا يستبشر لبنان خيرا بقرض البنك الدولي لاستجرار الغاز المصري لأن لا سبب منطقيا لعدم إقراره وفقا لمصعب الذي يعتبر أنه بغض النظر عن شروط البنك السابقة على مؤسسة كهرباء لبنان فأن النقلة النوعية في المؤسسة وتحسين الجباية يطمئنان إلى زيادة ساعات الكهرباء بشفافية بمساعدة هوكستين والإدارة الأمريكية